السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا شباب هنتكلم النهاردة عن طريق عمل حساب بلاستيشن فور بلس 14 يوم بدون فيزا كارت او بدون بايبال طبعا الطريقة دي هتكون عن طريق الموبايل ومش هتنفع الا عن طريق الموبايل يلا بينا نبدي في الشرح هنفتح متصفح الانترنت الموجود في الموبايل وهنبتدي الشرح عليه اول حاجة هندخل على الموقع ده اللي هو موقع مهمل وهندوس انشاء بريد عشوائي وبعد انشاء البريد العشوائي هيطلع لك البريد بالشكل ده لو دوست عليه ضغطة واحدة هيتنسخ معاك ويقول لك كوبيد بعد انشاء البريد العشوائي هنخش على المتصفح او هنفتح متصفح تاني وندخل على الموقع ده اللي هو موقع بريستيشن عربي السعودية هفتح لنا بالطريقة دي وهنضغط على تسجيل الدخول بعد تسجيل الدخول هنعمل اكاونت جديد هتضغط على اكاونت جديد وبعد كده يا شباب بندوس start وبندخل الاي دي اللي هو اللي احنا عملناها في مهمل هنفتح موقع مهمل وهنجيب الاي دي هنقول له كوبيد ونرجع ندخل الاي دي في تسجيل الدخول في الحساب او في تسجيل في عمل تسجيل الحساب هنكتب الباسورد طبعا اكتب الباسورد لازم تكون حافظه عشان لما تخش على البليستيشن فور تبقى حافظه ولما تعمل تفعيل يتفعل معك الجهاز على طول وبتضغط next حيدخلك على الصفحة دي طبعا هتكتب اول خانة هتكتب ايه كندا ماشي هتختار كندا وبعد كده اللغة هتختارها الانجليزية وبتختار بعد كده اي اي تاريخ ميلاد طبعا اللي تحبه ما فيش اي مشكلة وبعدين بتضغط next طيب نيجي هنا ودي اهم حاجة وياريت الادادات دي ما تتغيرش المدينة هتكتبها لفال ال ال الاولانية لازم تبقى small مش capital خلي بالك من التريكة الصغيرة دي ال ال الاولانية تبقى capital تبقى small مش capital l a v a l الاختيار التاني تكتبه زي ما انت شايف كده هتلاقيه موجود في القائمة وبتختاره الكود هتكتب ايه هتكتب ايه هتكتب اتش 7 v 2 v 5 ماشي وبعد ما تكتب الكود ده بتدوس next بيدخلك على الصفحة اللي بعدها طبعا انت بتختار ايه ايه من دولا اللي هم اللي هوا مختاره لك وبعد كده بتكتب ايه اسم انت عايزه انا هكتب سيف الدين وهخش على صفحة مهمل الاختيار الاول اللي فوق علشان نعمل بقية تأكدات الحساب عشان كده يبقى الحساب معانا مفعل وجاهز للاستخدام ماشي بتدوس عليها وبعد كده بتدوس طبعا بيقول لك سؤال امان بتقول له اسكيب وبيقول لك رقم تليفون برضو بتقول له ايه اسكيب اللي هي هتخطي بعد ما بتتخطى الاتنين كده يبقى الحساب معك جاهز وحيعمل معك تسجيل الدخول على الصفحة مجرد تسجيل الدخول بالشكل ده كده انت مسجل دخول على الصفحة هنعمل بقية هنفتح صفحة جديدة وهنكتب الورل ده ده البليستيشن الكندي تمام موقع البليستيشن الكندي هنضغط على الثلاث علامات دولة وبعدين هنضغط على سيرفيز وبعد كده هنضغط على بي اس بولوس تمام حددخلنا على المطجر بالشكل ده هنضغط الاختيار الاول اللي هو استارت وبعد كده سبسكرايب وبعدين هنختار ان احنا نخش على المطجر الكندي الانجليزي وبعد كده هنقول له ادد تو باسكت اللي هو ارتزهاب للباسكت وبعد كده شو باسكت اللي هو اعرض لنا الباسكت بتاعتنا ماشي وبعد كده بتختار الاختيار ده اللي هو انهاء الشراء طبعا ده كلها الاعدادات دي اعدادات انهاء الاشتراق وبعد كده تدوس له برضو استكمال كده احنا اشترينا اللعبة بيقول لك سانكيو تم اضافة حساب 14 يوم بولس للاكاونت كده خلص طب انا عايز اتاكد ان الحساب اضاف او لا بروح لمهمل وبعمل تمديد الصلاحية وبنتظر ثواني طبعا هو بيقول لك تشوف البريد الوارد كده احنا عجينا اتنين بريد هيفتح لك البريد التاني هتلاقي ايه هتلاقي اردر نومبر ومكتب لك رقم الاردر اهو زي ما انت شايف وهيقول لك ان انت تم شراء اه 14 يوم بولس تجريبي وبكده يبقى انت عندك اكاونت فيه 14 يوم بولس بدون فيزا او بايبال ان شاء الله الفيديو يفيدك اه ما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو تضغط لايك للفيديو ولو كنت لسه مش مشترك معايا في القناة يريد تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد اشوفكم على خير باذن الله في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة